توفي الطفل المصاب بتفجيرات مطار أتاتورك ريان محمد سعيد شريم ابن المصاب الأردني محمد سعيد شريم متأثرا بجراحه بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين صباح الرافع قالت إن السفارة الأردنية في أنقرة تتابع الإجراءات مع مختلف السلطات المختصة وكانت وزارة الخارجية نفت في وقت سابق وفاة الطفل المصاب بجراح بالغ ريان بعد أن أعلنت وفاته جراء حدث لبس حيال الأمر أو حيال هذا الأمر